أهلا بكم مشاهدين وتغطيتنا ما زالت مستمرة ويسعدنا أن ينضم إلينا في الستوديو اللواء دكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة وأستاذ النظم الدستورية أهلا بحضر لك سيدة اللواء أهلا وسهلا بسيادتك لعله من حصن الطالع أن تكون ضيفنا بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وما تم فيه من إعلان عن الإجراءات اللوجستية والقانونية كيف تابعت هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر الحديث بداية من حيث الإجراءات الدستورية واللوجستية والقانونية دعني يا دكتور بعد إذن سيادتك أقول أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ مؤتمرها الأول الذي عقدت فيه وأوضحت أن الأمور اللوجستية تم الانتهاء منها ثم أوضحت أنه سيتم عقد مؤتمر ثاني لبيان كل الموعيد الخاصة بالعملية الانتخابية تلاحظ حضرتك أي عمل متخطط لي بانضباط والتزام وحكمة بتجدوا في الآخر المحصلة نجاح باهر هذا ما حدث للهيئة الوطنية الانتخابات عرفت هي عايزة تعمل إيه وتحدد إيه فخصصت مؤتمر عشان تقول للناس أن الحبر الفسفوري موجود والسواتر موجودة وكل شيء موجود لكن الموعيد لسه هنقولكو عليها نصبوط وبالتالي العملية الإدارية تمت بإحكام شديد ومن هنا جاءت المحصلة قبل ما أقولي سيادتك المشاركة الشعبية جاءت المحصلة أن زي ما حضرتك تابعنا المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية الانتخابات الذي انتهى من عشر دقائق أوضح كل الأمور اللوجستية الطابعات وأوراق الطباعة وكل شيء واضح وقال أن ما فيش حاجة كانت مقصة ورد على كل الاستفسارات فضلا عن ذلك أوضح بعض الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية وإجراءات الطعن عليها وأن 18 ديسمبر سيتم إعلان النتيجة ومن 19 ديسمبر سيتم دعاية انتخابية إذا كان هناك إعادة مرحلة إعادة مضبوطة وبالتالي الأمر واضح وبه مكاشفة كبيرة لذلك كان رد فعل الشعب إيه؟ هو ده بقى هل ما لمسه الشارع من ضبط المسائل الإجرائية والإدارية والإشراف القضاء الكامل على الانتخابات هل كان أحد العوامل أو أهم العوامل التي ساعدت في هذا المشهد الذي رأيناه على مدار ثلاث أيام من إقبال والحشود الانتخابية التي أشرت عليها سيتم عشان نتكلم بمنطل وضوح ده العامل الثاني العامل الأول جنات الشعب المصري لما لقى الوطن عنده آلام شديدة ومتعرض لأزمات كبيرة لا ما قلش بقى سكر سعره غالي ومش عارف إيه سعره إيه لا ده اسمه إيه التضامن القومي روح الولاء والانتماء بتظهر فالكل إيد وحده وبالتالي هذا هو السبب الأول إن الأمن القومي المصري في مرحلة خطر وبلدنا وطننا مستهدف والبعض عايز يتهجير قصري لإخواتنا في غزة لسينا وعشان القضايا الفلسطينية تموت وهي لن تموت وما فيش أي دخول لأراضينا ده خطة حمر وبالتالي كل الأمور دي ده العامل الأول الذي جعل الشعب المصري بأسره يتكاتف ويتزاحم على لجان الانتخابات الفرعيلية